السلام عليكم وعلا بكم آخر كلام وحلقة جديدة حلقة نهاية الأسبوع وفيلم المصيضة بعد قليل هنعرضه مع حضراتكم عن المصيضة اللي النظام المصري أعدها للمعارضين أو المصريين القادمين إلى مصر أو اللي بيحاولوا يسفروا من مصر ونتكلم مع ضيوفنا عن هذا الفيلم في اليوم اللي قرر فيه أو أعلن فيه والغنيم عودته إلى مصر سالما غالما ونحاول نطرح أسئلة طرحتها في المؤدمة يا طرق إيه هي الشروط عشان ترجع بلدك ترجع وطنك إيه هي التنازلات المفهود تقدمها إيه هو الكتالوج السري اللي الدولة والنظام دلوقتي مسكينه أو بيفوضه به أي مواطن مصري عايز يرجع هنيجي للموضوع ده بعد شوية لكن خلونا نبدأ مع الإعلام المصري اللي بدأ ينفذ كلام عبدالفتاح السيسي في قصة الإقناع مخاطبة العقل اللي ده مكملين حاولوا تعملوا زيهم حاولوا تشوفوا هم بيشتغلوا ازاي واتكلموا زيهم تعالوا نشوف كده إبراهيم عيسى كبير من كبار صحرة عبدالفتاح السيسي وهو بيتكلم وبيحاول يمشي على كتالوج مكملين إنه عشان نقنع الناس نعمل دعاية على المشروعات دي ونصورها بالدرون ونجيب علم بيرفره فوق المتاع على اعتبار أنه هو ده المشروع العظيم اللي نحبه مجدد طريقة مجدد طريقة دي طريقة يحبها وكاية الإعلانات هذا مجدد طريقة اللي توصل للناس يبقى مجدد طريقة اللي بنقنع بيها الناس إنك تجيب درون وعلى مصر إحنا لازم نكلم عقل المواطن لازم نخاطب المواطن لازم نعمل زي مكملين لازم نشوف آخر كلام بيعمل إيه ونحاول نشتغل زيه أنا قلت لك أستاذ إبراهيم وأنت صحفي كبير أنا كنت من قراءك أيام صحيفة الدستور أيام مبارك وأيام الثورة كنا بنثني على مواقفك لكن بعد كده الحياة تحولت إلى مسخ لا علاقة له لا بالصحافة ولا الإعلام الحياة تحولت إلى بوق من أبواق النظام والحياة بقيت بوق دعائي يعني رديء للغاية حتى مش بوق دعائي فيه كده شياكة أو حرافية لا لا خالص يعني تحولت إلى بوق رديء للغاية السيد إبراهيم عيسى هو بيحاول يقول للحكومة نفس الرسائل للسيسي قالها ويأكد عليها في الفيديو اللي نشوفه دفاع عن هذه المشروعات أو لتقدمها طريقة دعائية أو إعلانية أو تحشيدية مش طريقة إقناعية مش طريقة فيها جدل أنا أقتنع بالشيء لما أسمع الكلام اللي ضده مش كلام اللي معاه لما ألاقي الحوار ينتهي إلى سلامة رأيي وضميري كده المشروع ده ممتاز عن فكرة كل اللي بقوله عنه ده أنا مقتنعتش بيه المشكلة في اللي أستاذ براهيم بيحاول يقوله اللي هو عب فتاح قاله اللي هو عباس كامل طلبه اللي هو أحمد شعبان أمره بيه يعني هي دايرة بتلف دايرة مفرغة زي ما احنا عارفين المشكلة فيه؟ المشكلة أنا قلتها في حلقة أول مبارح هو عايز يسمع اللي بيتقال عن المشروعات فهتلاقي مش بس آخر كلام بيتكلم مش بس مكملين بتقول لا هتلاقي الفورين بوليسي هتلاقي بلومبرج هتلاقي فينانشنال تايم هتلاقي واشنطن بوست هتلاقي ريبورتر وداود بوردر هتلاقي مؤسسات كتيرة جدا بتتكلم وبتنتقد والتقرير مبارح اللي عرضناه بتاع فوكس أطلس عن العاصمة الإدارية وأسباب إنشاءها يا أستاذ براهيم انتوا ما تقدروش تجيبوا الحاجات دي لأنها بتعريكوا بتعري النظام فانت ازاي هتجيب الحاجات دي وتناقشها انتوا بتتكلموا على حاجة أعلى منكو على حاجة أكبر منكو انتوا مش بتستحملوا انتقاد الغرب ما عندوش الكلام ده وانت عارف ده كويس الغرب بيتكلم على الصورة زي ما هي على الحقيقة زي ما هي فالحقيقة السبراهيم أنا عايز أقولك حاجة لو انت بتكلم على العاصمة الإدارية اتفرج على حلقة آخر كلام مبارح خد الفيديو بتاع فوكس أطلس وأنا أتحداك إنك تعرضه عندك وتسمع قاله إيه على أهم مشروع لعبد الفتاح السيسي